اهلا اعزائي احنا عم نتحدث مع الاخت رشا نور رحلة حياتها مع الرب وبتتكلم عن مدرسة الالم الاختبار المرير اللي مرت فيه من مرض صعب جدا وحرفيا الرب اقامها من الموت موضوع الالم موضوع كبير طبعا واحنا بنور له من جمع الامم اوفي ليكون نور اضغطناه من زوايا عديدة لكن اللي بحب في حديثنا انه عم نتطرق لهذا الموضوع بشكل عملي في ناس بتسعل الالم كنوع من الاستحقاق انا دارس تاريخ كنيسة طبعا في ناس كانت بتنام على السرير بتحط مسامير او بتحط بطرق انه متنامش يعني لازم تصحى كل اكمدية كنوع من الالم للتزكي لعبور مرحلة انه يتدرب على هذا الالم احنا مش متكلم على هاي النوعية احنا متكلم عن الالم بحسب مشيئة الله وانا حبيت الكلمة اللي حطتيها انت باكج انه في رحلة الحياة مع الرب هي فيها كل ما هو الله بشكل فينا عشان يجعل مننا الشخص فشو رأيك اش ردك ولسيما انت طبعا من خلفية اسلامية كان عندك تحديات كتير في خلال ايمانك واكيد اضطهادات واكيد فهم واكيد شتايم ليوم الشتايم لكن الاختبار الاخير يمكن هو الاصعب باتهيأ لي انت شاركين اتفضلي بالنسبة للموضوع اللي حيكي كلمتي فيه اللي هو موضوع ان انا تو ارن او اصطحق يعني باشتغل بعمل انجاز يعني ما انا ملياش في الموضوع يعني الطواف والكلام دوت انا بحب كل المسيحيين لكن لا دي حقيقة تاريخية عليك اصطواف انه فعلا في ناس عام كانت يعني بتطور على طرق للألم كنوع من الارنين يعني انه بجدارة يحصل على شيء هو الكتاب المخدس بيقولش كده يعني الكتاب المخدس بيقول ان بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد بس بقول بكم المخلوقين لأعمال أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي ينسلك فيها تمام لكن انا مش بدخل السماء على حساب الأعمال الصالحة اللي ربنا أعدها لكي يأسلك فيها لكن انا بدخل السماء على اساس النعمة النعمة هي اللي بتدخلني السماء النعمة هي اللي بتوصلني لمكاني جوه مع الرب في الحياة الأبدية من خلال عمل المسيح الكامل موته على الصليب وقيامة بالزبط فأنا المسيح هو اللي بيوصلني ان انا اعيش حياة أبدية وان انا يبقى عندي مكان في السماء وده لفت ناظري بصراحة يعني اللي هيك بتقول عليه ده يعني المسلمين بيقولوا كده المسلمين بيقولوا ان هو بيرفع درجاتهم كيف يعني؟ ان هو مسلا فيه أنا كنت جايبة حديث كده كان بيكلم ما يصيب المسلم من نصب ولا واصب إلا رفعوا الله بيها درجة وحط عنه بها خطية يعني ربنا بيرفعوا درجة وبيحطوا ويشير من عنده خطية بالألم هو مريح روحه المسلم على أساس ان كل شيء قضاء وقدر لا طبعا وهو كمان بيحس ان الألم بيقولك يعني المؤمن من صاب يعني وفي نفس الوقت اللي بيقول ان هو فيه مفروض حماية على المؤمنين لكن في نفس يعني تناقض اللي أنا عايزة أقوله في الحتة ده هي بما ان المسلم بيفكر ان الألم بيشيل عنه خطيئة ده ضد فكرة الله أنا دايما بيجي في الحتة اللي هي بيحصل فيها تصادم ما بين الفكر الإسلامي وما بين فكرة الله الألم مش هو اللي هيشيل عنك الخطيئة على فكرة انت لو قعدت حياتك كلها متقلم وانت من بعيد عن المسيح هتفضل في خطيئتك لان مهما عملت ومهما سويت ومهما تقلمت فان ده مش هيشيل عنك اي نوع من الأنواع الخطيئة هتفضل انت زي ما قيل كده داود النبي بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بيومي ما ينفعش ان انا اطلع من حتة من تحت السلطان الخطيئة دايت من تحت واطئة الخطيئة من تحت تحكم الخطيئة فيها الا من خلال عمل المسيح الكفاري المسيح هو الوحيد اللي يقدر ان هو يطلعك من كده عشان كده أنا بشجعك بدل ما تقعد انت تستسلم للألم وتقول دا علشان انا ربنا يشيل عني الخطايا اللي فيها ويبقى إبليس هو العمال جايب لك بيضرب فيك بأمراض وحاجات زي كده ممكن يعني مع الألم احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل في الألم هاجات كتير جدا ما فيهاش اجابات لكن مدام انت خارج مشيئة الله خارج برا المسيح انا يعني اكيد إبليس بيخبط فيك الحل بالنسبة لك انك انت تقبل عمل المسيح تقول يا رب انا بقبل عملك وانا بقبل انك انت تدخل في قلبي وانك انت تتنور حياتي وانك انت اعيش من أجلك وانك انت تيجي بحمايتك على جسدي وعلى أفكاري وعلى نفسيتي وعلى كل الحاجات دي تبقى تحت حماية الرب ربنا هو اللي يحميها